لدي فيتامين A فيتامين B1 وأيضا يسمى ثايمين فيتامين B2 وأيضا يسمى رايبوفلافين لذا فيصبح مجموعة الفيتامين بشكل عام للجسم البشري ثلاثة عشر فيتامين هذا هو شكل اليوتيوب من الحاسوب وكما تلاحظون أيضا هذه من شاشة الآيبود أغلبنا يستخدم الآيبود حاليا وأيضا هذه من شاشة الهاتف في جميع الأحوال ستلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الأول من أصل خمسة عشر فيديو مخصصة للفيتامين هذه المجموعة من الفيديوهات تعتبر الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات لبينكوت وكان الجزء الأول مخصص للبروتين أما الآن فهو الجزء الثاني وسيكون مخصص إن شاء الله للفيتامين وباعتبار أن الأجزاء القادمة من لبينكوت ستكون مخصصة للكربوهايدريتس ميتابوليزم لبين ميتابوليزم نايتروجين كونتينتس ميتابوليزم أيضا مخصصة للدييني سينثيسيز والاريني سينثيسيز وإلى آخر من هذه التفاصيل فسنحتاج إلى الفيتامينز لكي نقوم بكل هذه العمليات لكي نقوم بهضم الكربوهايدريتس لكي نقوم بهضم الدهون لكي نقوم بتكوين الدييني فكل هذه العمليات سنحتاج بها إلى الفيتامينز لذا فارتأيت أن أقوم بشرح الفيتامينز قبل الدخول بهذه العمليات المعقدة وذلك ببساطة لأننا سنقوم باستخدام الفيتامينز في هضم الكربوهايدريتز وسنقوم باستخدام الفيتامينز أيضا بتكوين الديناي لذا فأعتقد أنه من الجيد أن نتعرف على الفيتامينز قبل الدخول بهذه العمليات المعقدة إن شاء الله خلال هذه الفيديوهات الخمسة عشر سنتعرف على الكثير من التفاصيل لن تكون فقط من Living Code سيكون هناك correlations من Other References من Other Resources أيضا وليس فقط References وذلك لدعم الأفكار الموجودة في Living Code ولكن كنتيجة نهائية إن شاء الله من هذه الخمسة عشر فيديو فستخرجون بفهم إلى حد ما عميق عن الفيتامينز الفيديو الأول سيكون بمثابة مقدمة عن الفيتامينز Introduction to Vitamins أما الفيديوهات الثلاثة عشر التي ستلي الفيديو الأول فكل منها سيكون مخصص عن واحد من هذه الفيتامينز أي لدينا ثلاثة عشر فيتامين فقط للجسم البشري أما الفيديو الأخير فسيكون بمثابة مراجعة عن الفيتامينز وأيضا سنتحدث فيه عن Recommended Daily Requirements أي ما هو القدر الذي نحتاجه من كل فيتامينز بشكل يومي لذا وبشكل مختصر فإن Intended Learning Objectives ال-IL-O's لهذه الخمسة عشر فيديو المخصصة للفيتامينز هي ببساطة Overview عن الفيتامينز سنتعرف فيها إن شاء الله عن ما هو الفيتامين وأيضا سنتعرف على تصنيف الفيتامين وهذا كله سيكون في الفيديو الأول أما الفيديوهات التسعة التي تلي الفيديو الأول فستكون مخصصة للـ Water Soluble Vitamins وهذه الـ Water Soluble Vitamins ستكون عبارة عن B-Vitamins لدي B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, B-7, B-9 و B-12 وأيضا لديه فيتامين C وأيضا سيكون لديه الفات Soluble Vitamins وهي عبارة عن فيتامين A, فيتامين D, فيتامين E و فيتامين K وأخيرا سيكون لديه Recommended Daily Requirements وأيضا سأقوم بوضع مراجعة في هذا الفيديو الأخير عن الفيتامينز ولغرض تسهيل حفظ الفيتامينز فلديه فيتامين A, فيتامين B-1 وأيضا يسمى ثايمين فيتامين B-2 وأيضا يسمى riboflavin فيتامين B-3 وأيضا يسمى niacin فيتامين B-5 ليس لديه فيتامين B-4 مباشرة فيتامين B-5 وأيضا يسمى pantothenic acid ولديه أيضا فيتامين B-6 ويسمى أيضا بيريدوكسين فيتامين B-7 ويسمى biotin ومجددا ليس لديه فيتامين B-8 لديه فيتامين B-9 ويسمى أيضا فولك أسد ولديه فيتامين B-12 ويسمى أيضا كوبالامين إيسا هنا لديه فيتامين B-10 ويسمى بيريدوكسين B-11 ويسمى بيريدوكسين B-12 وبعد هذه البي فيتامين فسيكون لديه فيتامين C ومن ثم فيتامين D فيتامين E وأخيرا فيتامين K ومجموعة هذه الفيتامين سيكون 13 فيتامين في كل فيتامين سنتعرف على مجموعة من النقاط فسنتعرف على names, structures and active forms of each vitamin أي سنتعرف على أسماء هذا الفيتامين نتعرف أيضا على التركيب الكيميائي لهذا الفيتامين وأيضا نتعرف على الصيغة الفعالة أو الصيغة الفعالة لكل فيتامين وأيضا سنتعرف على functions of each vitamin نتعرف على وظائف كل فيتامين وأيضا سنتعرف على absorption, transport within the blood, excretion and storage سنتعرف على امتصاص هذا الفيتامين كيف نقوم بامتصاص كل فيتامين وأيضا سنتعرف على كيف ينتقل كل فيتامين داخل الدم وأيضا سنتعرف على كيف يتم عمل excretion لهذا الفيتامين كيف نقوم بالتخلص من هذا الفيتامين وهل سنقوم بعمل storage لهذا الفيتامين أو لا هناك بعض الفيتامين نقوم بعمل storage أي نقوم بخزن هذه الفيتامين داخل الجسم وبعض الفيتامين لا نقوم بخزنها داخل الجسم فسنتعرف على هذه النقاط لكل فيتامين وأيضا لكل فيتامين سنتعرف على sources from diet أو dietary sources أي نتعرف على أين موجود هذا الفيتامين في الأنواع المختلفة من الأطعمة فمثلا فيتامين بي 12 يكون موجود في اللحم فيتامين بي 9 أو الفوك أسد أيضا يكون موجود في بعض أنواع اللحم فسنتعرف على هذه التفاصيل إن شاء الله عن كل فيتامين وأخيرا لكل فيتامين سنتعرف على clinical indications for each vitamin أي سنتعرف على ما هي الحالات التي أحتاج بها إلى أن أأخذ الفيتامين بصيغة حبوب أي بصيغة supplements مكملات غذائية وذلك بشكل عام يتم حينما يحصل لدي deficiency في فيتامين معين أي يحصل لدي نقص في فيتامين معين وسنتعرف أيضا خلال هذه الفقرة على ما هي أعراض نقص كل فيتامين لذا فهذه الفقرات الخمسة سنبحث فيها عن كل فيتامين لذا فأريد منك في الفيديوهات القادمة حينما تشاهد محاضرة عن فيتامين أي مثلا أريد منك أن تبحث عن هذه التفاصيل جميعها وترتبها بطريقة معينة في ذهنك فإذا صرت تعلم جميع هذه التفاصيل عن كل فيتامين فلا أعتقد أنك تحتاج إلى معلومات إضافية فيما يخص الفيتامين أما الآن فبشكل سريع سنأخذ overview عن الفيتامين وأولا سيكون لدي definition of a vitamin أي تعريف الفيتامين بشكل عام ماذا يعني ذلك؟ يعني أن كل فيتامين هو عبارة عن مركب مستقل بحد ذاته لا يشترك مع الفيتامين الآخر في التركيب الكيميائي فلو عدنا مثلا إلى البروتينات إلى البروتينز فنلاحظ أن البروتينز بشكل عام جميع البروتينز في الجسم البشري مكونة من amino acids ومكونة من نفس الـ amino acids من نفس العشرون amino acids التي نجدها في أتسامنا ولكن الاختلاف ما بين البروتينات فهي في عدد الـ amino acids التي يحتويها كل البروتين وأيضا ترتيب هذه الـ amino acids لكي تعطي شكل معين للبروتين وأيضا بالإضافة إلى شكل البروتين فأيضا وظيفة البروتين فهذه البروتينات هي عبارة عن chemical related organic compounds ولكن الـ vitamins عبارة عن chemical unrelated organic compounds ولكن كلا من البروتينات والـ vitamins فهي عبارة عن organic compounds أي مركبات عضوية تحتوي في داخلها على الكاربون وعلى الـ hydrogen هذان العنصران المهمان ولذان يشكلان الصفة المميزة للمركبات العضوية أي أننا لا نستطيع أن نقوم بتكوين هذه الـ vitamins بكميات كافية داخل أجسامنا وفي بعض الأحيان أساسا لا نستطيع أن نكون هذه الـ vitamins بعض الـ vitamins نستطيع أن نكونها داخل أجسامنا ولكن البعض الآخر والأغلبية فلا نستطيع أصلا أن نكونها حتى ليست في الكمية الكافية وإنما ليس هناك تصنيع من الأساس لهذا الـ vitamin وسنتأرف على كل vitamin ما هو الـ vitamin الذي نستطيع أن نقوم بتصنيعه وما هو الـ vitamin الذي لا نستطيع أن نقوم بتصنيعه ولكن في كل الأحوال فإننا نحتاج إلى أن نأخذ هذه الـ vitamins من الغذاء and therefore must be supplied by the diet أي نحتاج إلى أن نأخذ هذه المركبات الـ unrelated organic compounds نحتاج إلى أن نأخذها من الغذاء وكل نوع من أنواع الـ vitamins موجود بتراكيز كثيرة في نوع معين من أنواع الغذاء لذا ملخص لهذه الفقرة فإن الـ vitamins هي عبارة عن مركبات عضوية غير مرتبطة مع بعضها البعض بأي شكل من الأشكال فلكل vitamin من هذه الـ vitamins كيان مستقل بحد ذاته على خلاف ما نراه في البروتينات التي تكون مرتبطة مع بعضها البعض بطريقة معينة بحيث أدني أستطيع أن أقوم بحضم بروتين معين وأصنع من خلال هذا البروتينات بروتين آخر ولكن لا أستطيع أن أقوم بهذا الشيء في الـ vitamins وذلك لأنها chemically unrelated وهذه الـ vitamins أنا لا أستطيع أن أقوم بتصنيئها لذا أحتاج إلى أن أخذها من الغذاء الآن بالمجمل لدينا 13 vitamins تسعة من هذه الـ vitamins تعتبر water-soluble vitamins التي هي عبارة عن B-vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 وأيضاً الـ C-vitamin فهذه المجموعة تكون 9 vitamins تسعة فيتامينات يكون لها صفة خاصة وهي الـ water-soluble أي القابلية للذوبان في الماء هذه الـ vitamins لديها القابلية على الذوبان في الماء أما الـ vitamins الأربعة المتبقية والتي تعتبر FAD-soluble vitamins vitamin A, D, E, and K هذه الـ vitamins لديها القابلية على الذوبان في الدهون فقط لا تستطيع أن تذوب في الماء وأيضاً الـ vitamins التي تذوب في الماء لا تستطيع أن تذوب في الدهون فبسبب هذا الاختلاف ما بين مجموعتين من الـ vitamins FAD-soluble vitamins وWater-soluble vitamins فترتبط صفات وخصائص معينة لكل مجموعة من هذه الـ vitamins فكملخص هذه الفقرة لدي مجموعتين من الـ vitamins FAD-soluble vitamins التي هي عبارة فيتامين A فيتامين D و فيتامين E و فيتامين K هذه الفيتامينز تستطيع الذوبان في الدهون ولكنها لا تستطيع الذوبان في الماء وأيضاً المجموعة الأخرى لدي الـ Water-soluble vitamins وهي الـ vitamins القابلة للذوبان في الماء ولكنها لا تستطيع أن تذوب في الدهون وهي B-vitamins وVitamin C In fact consumption of vitamin A and D in excess of the dietary reference intake can lead to the accumulation of toxic quantities of these compounds بعض أنواع الفيتامينز منها vitamin A وVitamin D إذا أخذناها بكميات أكثر من الحد الطبيعي المسموح به لأخذ هذه الفيتامينز فأننا نعرض أنفسنا للـ Toxicity Toxicity تعني التسمم بسبب هذه الجرعات الزائدة من هذا الفيتامين فمثلاً الجرعات الزائدة من فيتامين A قد تسبب مشاكل في الإبصار مشاكل في الجلد وأيضاً مشاكل في العظام لذا هناك شيء نسميه dietary reference intake ماذا يعني ذلك؟ dietary يعني غذائي reference موصة به intake يعني أخذ هذا يعني أن هناك جرعة محددة من كل فيتامينز نستطيع أن نأخذها بشكل يومي ولكن لا نستطيع أن نتجاوز هذه الجرعة فحينما نتجاوز الكمية المسموح بها نصاب بـ Toxicity إذا كملخص لهذه الفقرة لا تأخذ الفيتامينز بدون توصية طبية ولا تسمح لأحد بأن يأخذ الفيتامينز بدون توصية طبية وكونك طالب لا تقوم بتوصية الفيتامينز لأشخاص آخرين إلا أن تتأكد بشكل كبير جدا أو من الأفضل أن تقول لهم استشروا طبيب معين ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نحتاج الفيتامينز لأداء وظائف خلوية معينة وظائف خلوية أي أن هذه الوظائف تتم داخل الخلايا أي أن الفيتامينز تعمل فقط داخل الخلايا ولا تعمل خارج الخلايا فليس هناك فيتامينز تعمل خارج الخلايا في الدم مثلا فمثلا نحتاج الفيتامينز لهضم الكاربوهايدريتز لهضم الخلوي للكاربوهايدريتز لأن هضم الكاربوهايدريتز يبدأ في الفم ويستمر في العماء لهذا السبب الكاربوهايدريتز تهضم في خارج الخلية وتهضم أيضا في داخل الخلية فالفيتامينز أنا أحتاجها فقط حينما أريد أن أهضم الكاربوهايدريتز داخل الخلية وهي ببساطة أن أقوم بتحليل الكلوكوز إلى جزيئات أصغر منه وبالتالي أستخلص طاقة من الكلوكوز For example, many water soluble vitamins are precursors of coenzymes for the enzymes of intermediary metabolism وهذا يعني أن الvitamins القابلة للذوبان في الماء فهي عبارة عن precursors ماذا يعني precursors؟ precursors تاني مواد أولية يتم من خلالها تصنيع مركبات أخرى فمثلاً الأمينو أسدس هي عبارة عن precursors للبروتين الأمينو أسدس هي عبارة عن وحدات بنائية للبروتين نسمي هذه الوحدات البنائية التي هي الأمينو أسدس نسميها precursors أيضاً نيوكليوتايدس هي عبارة عن precursors للDNA فأغلب الwater soluble vitamins هي عبارة عن precursors لcoenzymes معينة ماذا يعني coenzyme؟ co يعني مساعد enzyme يعني أنزيم معين فالcoenzymes تعني المواد المساعدة للأنزيمات أي المواد التي تساعد الأنزيمات في أداء وظيفتها وكملخص لهذه الفقرة فأننا نحتاج إلى vitamins في تكوين الأنزيمات التي نقوم من خلالها بهضم المواد الغذائية لو لا هذه الفيتامين لا نستطيع أن نكون هذه الأنزيمات وحينما لا نستطيع أن نكون هذه الأنزيمات أي لا نستطيع أن نقوم بهضم الغذاء الذي نتناوله ومثال ذلك نحن نقوم بهضم الكلوكوز داخل الخلية ونستخلص طاقة من الكلوكوز نتيجة عملية الهضم هذا فمثلا أنا الآن أتكلم وهذا الكلام يحتاج إلى طاقة وهذه الطاقة حاليا أستمدها من هضم الكلوكوز ولولا هذه الفيتامين الموجودة الآن في جسدي لا أستطيع أن أكون الأنزيم ولكنني أملك فيتامين وكونت أنزيمات معينة تقوم بهضم الكلوكوز وبالتالي أستمد من هضم الكلوكوز هذا طاقة وأستخدم هذه الطاقة بالكلام In contrast to the water-soluble vitamins Only one fat-soluble vitamin الذي هو عبارة عن vitamin K has a co-enzyme function أغلب الwater-soluble vitamins تشترك مع بعضها البعض في هذه الصفة وهي المساهمة في تكوين الـ enzymes التي تقوم بالهضم داخل الخلايا ولكن بالإضافة إلى ذلك لدي fat-soluble vitamin 1 وهو عبارة عن vitamin K يشترك مع هذه الwater-soluble vitamins بهذه الصفة الصفة التي هي عبارة عن اشتراكه بتكوين الـ enzymes التي تقوم بالهضم داخل الخلية The term vitamin is conditional upon the circumstances and the particular organism Although it requires them in small amounts for metabolism هذا يعني أن مصطلح vitamin مشروط بشروط معينة تتعلق بهذا الكائن الحي الذي يقوم باستخدام هذا الفيتامين ماذا يعني ذلك؟ فعلى سبيل المثال ولكن هذا المثال غير واقعي استخدمه فقط لإصال الفكرة لا علم لي في النظام البيولوجي للأسد بصراحة ولا أعلم ما هي الفيتامينز التي يستخدمها الأسد ليس لدي أدنى فكرة ولكن خذوا هذا المثال الآتي نحن عبارة عن كائنات حية نعتمد على اللحم في غذائنا فنحن كائنات لاحمة والأسد أيضا كائن حي يعتمد على اللحم في غذائه فهو كائن لاحم فهو يأكل اللحم ونحن نأكل اللحم الكوبالامن هو عبارة عن مركب عضوي موجود في اللحم بالنسبة لي أنا ككائن بشري هذا الكوبالامن هو عبارة عن فيتامين بي 12 ولكن بالنسبة للأسد وهو ليس فيتامين بي 12 وإنما هو عبارة عن مركب لا قيمة له لا فائدة له لا يحتاجه الأسد فبالنسبة للأسد الكوبالامن هو ليس فيتامين من الأساس ولكن بالنسبة للذئب مثلا فأن الكوبالامن هو عبارة عن غذاء يستمد من الكوبالامن طاقة نحن لا نستمد من الفيتامين طاقة أنا لا أستمد من الكوبالامن طاقة وإنما أستخدم الكوبالامن في الأسد لا يستخدم الكوبالامن من الأساس يطرحه في الفضلات لا يستخدمه من الأساس مثلا الدئب لا يستخدم الكوبالامن كطاقة يستمد طاقة من خلال الكوبالامن لذا وبصورة أخرى فنحن كنظام بيولوجي بشري نستخدم ثلاثة عشر مركب أضوي في عمليات معينة تتم داخل أجسامنا نستخدم هذه المركبات في تصنيع الإنزيمات في تفاصيل كثيرة داخل أجسامنا هذه المركبات الثلاثة عشر نحن لا نستطيع أن نقوم بتصنيعها نحتاج إلى أن نستمدها من الغذاء لذا أطلقنا عليها مصطلح فيتامينز ولكن بالنسبة للأسد فهناك ثمانية مركبات عضوية يستخدمها كفايتامينز تختلف عن المركبات العضوية التي نقوم نحن باستخدامها وأيضا فيما يخص الذئب فلديه سبعة مركبات عضوية يقوم باستخدامها كفايتامينز لذا فمصطلح فيتامين متعلق في الكائن الحي لذا فنحن نحتاج إلى أن نحفظ أن فيتامين بي ون يسمى أيضا ثايمين لأن الثايمين بحذاته هو عبارة عن مركب عضوي ولكن بالنسبة لنا هو عبارة عن فيتامين بي ون أما الآن فسنتعرف على تصنيف الفيتامينز بشكل عام classification of vitamins ومثما نلاحظ هذا المخطط نصا من لبينكوت وهنا يتضح لدي تصنيف الفيتامينز بشكل عام إلى صنفين أساسيين الصنف الأول وهو عبارة عن water soluble vitamins والصنف الثاني وهو عبارة عن fat soluble vitamins وكما هو واضح من التسمية فإن water soluble vitamins هي عبارة عن الفيتامينز القابلة للذوبان في الماء وبسبب قابلية الذوبان في الماء فقد ترتبت خصائص وصفات بعينة لهذه الفيتامينز إن شاء الله سنتعرف عليها في الفيديوهات القادمة وكذلك بالنسبة للfat soluble vitamins فقد اكتسبت هذه التسمية بسبب قابليتها للذوبان في الدهون لذا فالفيتامينز بشكل عام هي عبارة عن أما عن water soluble vitamins أو fat soluble vitamins ولكن حينما نأتي للwater soluble vitamins فالwater soluble vitamins أيضا تقسم إلى قصبين فلدي non-B complex vitamin وB complex vitamins وهنا التصنيف على أساس التركيب الكيميائي لهذه الفيتامينز فالwater soluble vitamins تقسم إلى قسمين على أساس التركيب الكيميائي للwater soluble vitamins أما فيما يخص النن-B complex vitamin فهو عبارة عن فيتامين واحد مثل ما نلاحظ هو عبارة عن فيتامين C أو الأسكوربيك أسد وفيما يخص ال-B complex vitamins فأيضا سيتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسم القسم الأول وهو energy releasing vitamins وسميت بال-energy releasing vitamins لأن هذه الفيتامينز الخمسة تساهم باستخلاص الطاقة من الغذاء الذي نتناوله فمثلا حينما نتناول الكربوهايدرات النشويات فأننا نحتاج إلى هذه الفيتامينز لاستخلاص الطاقة من هذه النشويات ولدي في هذه المجموعة من الفيتامينز vitamin B1, B2, B3, B7 و B5 أما القسم الآخر من ال-B complex vitamins فهي عبارة عن ال-Hemobiotic vitamins وهي الفيتامينز بشكل عام التي تساهم بتكوين خلايا الدم وحينما يحصل نقص في هذه الفيتامينز فأحد الأمور الملاحظة على الشخص الذي يصاب بنقص هذه الفيتامينز هي عبارة عن أنيميا أنيميا أي فقر الدم وهنا لدي إثنان من الفيتامينز الأول هو عبارة عن الفولك أسد أو فيتامين B9 والكوبالامين أو فيتامين B12 أما الفيتامين الأخير الذي يصنف ك-other فهو عبارة عن الفيتامين B6 وهذا الفيتامين لا يساهم بتكوين خلايا الدم وأيضا لا يساهم بتحرير الطاقة لذا تركه في مجموعة خاصة به وحده بمأزل عن هاتين المجموعتين لذا فإن الفيتامينز بشكل عام تصنف حسب قابلية الذوبان إلى Water Soluble Vitamins وFat Soluble Vitamins وأيضا الWater Soluble Vitamins تقسم على أساس التركيب الكيميائي إلى قسمين رئيسيين القسم الأول وهو Non-B Complex Vitamin وهو Vitamin C والقسم الثاني B Complex Vitamins والتي بدورها تقسم إلى ثلاثة أقسام تقسم على أساس الوظيفة إلى Energy Releasing Vitamins Heimobiotic Vitamins وأخيرا فيتامين B6 وأخيرا فيما يخص صلفات Soluble Vitamins فلدي فيتامين A, فيتامين D, فيتامين K وفيتامين E ترتبت على قابلية الذوبان في الدهون لهذه الفيتامين خصاص أيضا وصفات معينة إن شاء الله سنتعرف عليها خلال الفيديوهات القادمة لذا فيصبح مجموعة الفيتامينز بشكل عام للجسم البشري ثلاثة عشر فيتامين إلى هنا انتهى الفيديو الأول من أصل خمسة عشر فيديو مخصصة للفيتامينز نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون عن الفولك أسد فيتامين B9 وذلك لأن لبنكوت التزم بترتيب معين فأنا أريد أن ألتزم بما التزم به لبنكوت نلتقى إن شاء الله في فيديو آخر